بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن أحبهم وصفاهم وتمسك بسنتهم وسار على محجتهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع هذه الكلمة موضوع عريض ونريد أن نلم ببعض الجوانب وإن لم نأتي على معظمها أو على كلها وهو موضوع قيم وعظيم ونفيس ونافع جدا جدا موضوع هذه الكلمة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك صدرنا بهذا السؤال هل تعرفوا كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحدث بإيجاز عن حكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض النصوص الواردة في ذلك في حب رسول الله ثم كيف تحصل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم كيف تكون أحوال محب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخيرا طلب وسؤال وتوسل إلى الله عز وجل أن يرزقنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ما حكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء مجمعون متفقون علماء الشريعة علماء الدين علماء الإسلام مجمعون على أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم واجب بالكتاب والسنة والإجماع وجميع الأدلة ففي البخاري هذه بعض النصوص التي وردت تبين حكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده قسم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده هكذا بتقديم الوالد من والده وولده هذا الحديث ينص على أن المؤمن لا يكون مؤمنا أو على وجه من يقول لا يتم إيمانه حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ثبوت الإيمان للمؤمن مرتبط بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده مثل رواية أبي هريرة لكن زاد أنس من والده وولده والناس أجمعين هذه الجملة الأخيرة والناس أجمعين زائدة في رواية أنس وهي أيضاً رواية أنس أيضاً تحكم وتسرح بأن الإيمان لا يثبت للعبد المؤمنين حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البخاري في باب الأيمان والنذر باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله ابن هشام على صحابي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمار عمر بن خطب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك لا إلا يثبت لك الإيمان ما دمت تحب نفسك في مرتبة الأولى قبل النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حب نفسك على حب رسول الله على إيمان ولذلك قال لا والذي نفسي بيده قسم حتى أكون أي لا تكون مؤمنا حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر بن خطب فإنه الآن والله والله فإنه الآن والله لأنت أحب إليك من نفسي عمر بن الخطاب لم يتمهل ولم ينظر نفسه لأنه فتح الله عليه وهداه الله وكأنه كشف له مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله في الملائي الأعلى وكشف له الفضاء التي منحها الله للعباد وبنهم عمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك رأى إفضالات والخيرات والبركة التي تنال العباد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجيب أن يكون محبته في أعلى الدرجات وهي الأولى فإنه الآن والله لا أنت أحب إليك من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن ثبت لك الإيمان وفي الجامعة الصحيح للإمام الترميلي كتاب المناقب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم من نعمه أحب الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني هذا كلام الرسول وَأَحِبُونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي وَأَحِبُوا أَحُبِّي نعم الروح ونعم العقل ونعم الهداية ونعم الإيمان كما نقول نحن المغاربة كفى الإسلام كفى بها نعمة كفى بالإسلام نعمة هذه بعض النصوص التي حضرت أما كيف تحصل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد للعبد أن يعطي فرصة لنفسه وعقله وروحه كأنه يحصي النعم أو الفضائل أو الخيرات والبركات التي يحصل عليها بجهده بعلمه ببدنه بفكره بالتعاون مع الآخرين فإذا أحصيت تلك النعم ثم نظرت في منطلقها في أصلها في أسيها وجدت تلك النعم نعم الهداية ونعم العقل ونعم العلم ونعم الأمن والصيدق ونعم الآداب ونعم الشرائع ونعم الأحكام ونعم أو بعبارة ما يتعلق بالعقيدة تصحيح العقيدة نعمة عظيمة الطهارة نعمة عظيمة العبادة نعمة عظيمة وهذا بصفة مجملة الأحكام الحلال والحرم معرفتها النعمة عظيمة العلم بالغيبيات الماضية والمقبلة النعمة عظيمة العلم بالآخرة وهو من الغيبيات المقبلة العلم بالآداب والأخلق التي تجعل الإنسان يتعامل مع ما حوله من الآدام والإنس والملائكة والجن والنباتات وكل المخلوقة يتعامل معها وفق آداب الشريعة وفق آداب الإسلام إذا نظرت إلى هذه الآداب وهذه الفوائد وهذه الأحكام وجدتها كلها على يد رسول الله وصلت إليك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أوصلها إلى الصحابة والصحابة أوصلها إلى التابعين وتابعين أوصلها إلى تابعي تابعين وهكذا من جيل إحتى وصلت إليك هذه النعم العظمى فليس هناك ليس هناك شخص في مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت منافعه وبلغت فضائله وبلغت مزاياه ومحاسنه وبلغت خدماته للبشرية كلها مثل ما جاء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة جاء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام والأمن والعدل والصدق والوفاء كل المبادئ الكبرى وكل المبادئ العظيمة التي تجعل حياة الإنسان هنية لينة طيبة رضية آمينة كلها جاءت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار إذا فكرت في خيري الدنيا والآخرة وجدته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصدر بعد جبريل وجبريل من الله عز وجل فإذا المصدر البشري الأول هو رسول الله فلذلك يستحق ويستوجب أن يحبه المؤمن حبا مطلقا ويثيخ به ثقة مطلقة ويقدمه كما قال القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ينبغي أن يقدم حكم الرسول وآداب الرسول وتعليمات الرسول وهدي الرسول على كل فكر وعلى كل رأي وعلى كل حكم لا نستطيع الآن أن نحصي فضائل الرسول فأمرنا الله عز وجل بحبه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإذا هذه هي نظرة موجزة عن التفكر والتدبر والاستقصاء والنظر البعيد الذي يستوجب حب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصلت للمؤمنين تلك المحبة عن الأدلة القرآنية والأدلة من سنة والأدلة البرهانية العقلية والعرفية والعادية وجميع ما يسح الاحتجاج به إذا وصل المؤمن إلى هذا الإدرك إلى هذا الفهم فإن أحواله بعدما يحصل له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحواله في بيته مع أهله مع نفسه مع جيرانه مع ناس جميعا كيفما كانت مهمته في الدنيا كما كانت وظيفته يكون يراعي في كل تحركاته وسكنته ولباسه وكلامه وجهاده وسفره وحضره وإقامته ولهوه وجده دائما يراعي ما يحب الله ورسوله يراعي الأخلاق ويراعي الآداء ويراعي الأحكام ولا يريد يكره أن يرتكب شيئا يؤدي إلى إغضاب الله عز وجل أو إلى إغضاب الرسول صلى الله عليه وسلم علامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن دائما يحب فعلا ما يحب الله ولذلك كان في الدعاء اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربون إلى حبك واجعل أحبك أحب إلينا من الماء البارد هذه هكذا أحوال أما الذي يأتي الفواحيش ويأتي المعاصي ويأتي الظلم والجرائم والاعتداءات فهذا لغم أنه يقول لا إله إلا الله ويعد عند علماء العقيدة مسلما ما دام يقول لا إله إلا الله ولكنه لا برهان له ولا دليل له ولا حجة له أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في البداية موضوع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع عريض والبراهين والحجاج التي توجب علينا حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب جميع الأنبياء وحب جميع الرسل وحب الصحابة وحب التابعين وحب كل المؤمنين الذين سبقون بالإيمان وأدوا إلينا هذه الأمانات التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حب هؤلاء جميعا واجب علينا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب التابعين وحب المؤمنين وحب جميع الأنبياء والمرسلين وأن يرزقنا الحب العملي الحب الذي يهدينا إلى الصواب ويحول بيننا وبين المعاصي آمين والحمد لله رب العالمين